واستمرت الصحف في تغطية هذه الانشطة وعلى سبيل المثال لاحتفال السنوي بمناسبة انشاء النادي يوم 29 ابريل 1910 بحضور وزير المعارف وسعادة النائب العمومي ونشرت جريدة الشعب تقرير شامل عنه واهم ما جاء بتقرير جريدة الشعب ان نشاط كرة القدم بدأ في النادي فقالت الجريدة انه اقيمت مباراة في خمسات كرة القدم يعني الخماسيات بين الاهلي ومدرسة السعادية الثانوية وفاز فريق النادي الاهلي يعني كرة القدم كانت بتتلعب في الاهلي بنظام الخماسي كل فريق بيضم خمس افراد ويمكن لحد النهاردة مازال في لعب الخماسيات في الشوارع ومراكز الشباب والاندية لكن عام 1911 اتشكل اول فريق كبير لكرة القدم بالنادي الاهلي يعني فريق مكون من 11 لاعب الفريق ده ذكروا بالتفصيل كتاب اصدر النادي في اليوبيل الفضي للنادي عام 1932 بمناسبة مرور 25 عام على تأسيسه الفريق بيضم زي ما احنا شايفين في الصورة كده اللي واقفين حسين فوزي وابراهيم عثمان ومحمد بكر والجلسين سليمان فايق وحسنين محمد وأحمد فؤاد أنور وحسين حجازي وعبد الفتاح طهر واللي على الأرض فؤاد درويش وحسين منصور وابراهيم فاهمي ده أول فريق لكرة القدم في تاريخ النادي الأقلي الفريق ده في بعض الأسماء عاوزين نتكلم عنها لأنها أسماء ارتبطت بأحداث هامة جدا في تاريخ النادي الأهلي أول فريق كرة قدم للنادي الأهلي ضم أسماء ارتبطت بأحداث هامة في تاريخ النادي الأهلي نبدأ بكابتن الفريق أحمد فؤاد أنور وهو اللي في نص الصورة ده ولاب الزي مختلف عن زملائه لأنه كان حارس مرمى الفريق أحمد فؤاد أنور هو أول كابتن لفريق الكرة بالنادي الأهلي وكان أكبر اللعبين سنة صحب شخصية قيادية وتولى مهمة سكرتير الفريق وهو لاعب يعني مدير الكرة بمفهمنا النهاردة واعتزل اللعب سنة 1914 أحمد فؤاد أنور كان من الكفاءات الإدارية فلما تنقل محمد أفند شريف للعمل وكيل للنيابة بمدينة طنطة في بداية عام 1911 أختير أحمد فؤاد أنور مكانه كسكرتير للنادي وتولى منصبه بجانب أنه كابتن لفريق كرة القدم مش بس كده ده أصبح عضو باللجنة العليا وبعدين وكيل للنادي وقام بأعمال رئاسة النادي لفترة مؤقتة سنة 1940 ويعتبر أحمد فؤاد أنور أحد رواد تمصير الرياضة المصرية زي ما حنعرف في حلقات جاية بعد كده نتنقل بقى